ورجعنا مرة تانية الفقرة دي الحقيقة فقرة لطيفة عشان هتخليكوا كمان تعرفوا الدنيا ماشي ازاي في الموسيقى والغنى والناس بتروح فينا انا حرجع تاني استاذة امجد وانت عايز تقول لنا عن الارقام والمنصات فعايز تكلمني عن ايه طبعا المنصات الغنائية الوقتي بقت ملاذ للجمهور اللي عايز يسمع لخلاص الستوانات او الشرايط الكاسد بتاعت زمان خلاص ما بقتش بتاعي يعني المنصات بقتها المكان الناس بيسمعوا فيه الاغاني فهي بقتها مؤشر كبير لقياس النجاح اكتر من المبيعات زي زمان مزقوط معنا على الشاشة اه بالضبط فاحنا بنلاقي ان طبعا عمر دياب في الاول تلتمية وحوالي وخمسين هو بالمناسبة هو تخطى الارقام دي لغاية شهر نوفمبر اه فهو تخطى هو ترتيبه الاول عمر دياب هو وصل لحوالي ربعمائة مليون دلوقتي ربعمائة مليون اه في المركز التاني طبعا ويجز بس هو فيه فيه ملحوظة كمان ان ويجز معظم استماعاته لاغنية واحدة اللي هي البخت البخت يعني دي اللي رفعته جدا هي لمحقق الرقم ده اه وهي بتصير برضو علامة استفاهم ان ويجز تخطى رمزين من رموز موسيقى البوب اللي هما تامر حسني ومحمد حمالي ايو رغم ان مثلا تامر منزل الالبوم كامل ومنزل الالبوم الفيلم بتاعه كمان الالبومين وحتى احمد سعد كمان تحت احمد سعد 86 مليون بس رقم رقم كويس جدا احمد سعد يعتبر قفز قفزة كبيرة جدا ان هو يدخل التوبتن ويبقى في المركز الخامس في منصة انغامي انا شايف ان ده انجاز لأحمد سعد ان هو يتحط اسمه مع عمر دياب مع تامر حسني مع محمد حمائي يعني احمد سعد كده بيتبوأ مكانا في الموسيقى البوب مروان موسى مفاجأ مفاجأ بصراحة فاجيني مروان موسى ان هو بصراحة وعمل شغل كويس جدا احمد ساسا وتامر عشور برضو بازل مجهود الحقيقة احمد ساسا بس انا عايز اعلق عليه ان هو هو مطرب مهرجانات طبعا بس هو في خضعة هنا هو احمد ساسا بينزل كل يومين اغنية او ثلاثة ايام احنا حسبناها حوالي 94 اغنية في السنة فهو يعني ارقامه دي مش معبر قوي عن مدى تأثير اغنيه طب انا عايز اكتو قولي المقارنة دي وانا هاخدها هنا من عنده استاذ محمد عمر دياب بمحقق الرقم ده وبعدين اصالة امرى عشرة يعني يعني المنسبة عمر دياب مجموعه مجموع عمر دياب مليارو شوية وغز زائد تامر زائد محمد حمائي كلهم اتسمعوا قد عمر دياب يعني دي برضو حاجة قوية جدا وعلى فكرة انا لاحست حاجة يعني ممكن حانا يقولي ان عمر دياب راح حصري الانغامي فطبيعا ان هو اتسمع بشكل لا انا رجعت الارقام عشرين وعشرين 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 قبل ما يكون حاصري لقيت ان هو برضو نفس المعادلة دي ان المركز التالت والرابع والتاني مجموعهم بيكون قدم مجموعهم لدياب دايما اه فعمل الدياب هو سابق حتى سابق البعديب بمسافة شاسعة طيب هو لو مش موجود كمان على اليوتيوب يعني هو مش تمر واحد على اليوتيوب لان هو شلقة غنيمة على اليوتيوب وراء منصة مدفوعة الاجر ودي بتدي له قصلا كريدت زيادة لان هو اللي بيقدمه هو تقريبا الوحيد اللي هو انا بدفع عشان اسمعه بدفع عشان اسمعه فهو اللي بيقدمه ذات قيمة يعني الشركات تسعى لاحتكاره لانهو عارفين ان الجمهور هينزل من هيدفع فلوسه من جيبه هيدفع ويسمع اه طبع اليوتيوب منصة انغامي واضح جدا ان اعداد المستمعين بتاعها زادوا عموما زادوا عموما الاشتراكات زادت السنية دي عن السنة اللي قبلها احنا بنتابع دايما كان عمر دياب السنة اللي فاتت كان وقف عند 250 تقريبا او 230 مليون استمع اه بس احنا وصلنا 300 وشوية اه والمركز اللي بعده كان حوالي 100 مليون فالوقتي بنتكلم ان كله ارتفع مش بس عمر دياب يعني كل اللي حواليه ارتفعه